شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها في عام 1934 رسمت معاهدة الطائف الحدود بين اليمن والسعودية بخط يمتد لنحو ألف كيلومتر ويفصل سياسيا بين الدولتين لكن يستحيل على هذا الخط أن يفصل اجتماعيا بين البشر الذين يعيشون على جانبيه خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار البنية العشائرية لأهل المنطقة وخصوصية العادات والتقاليد وصلات النسب والقربة وحتى اختلاط اللهجات مثلا هذان شابان سعوديان من الجنوب معلم رياضيات سعودي متقاعد نشر فيديو لبعض سكان جنوب البلاد كانوا يحضرون لوليمة وعلق على أشكالهم معاداتهم ولهجة نطقهم القريبة من أهل اليمن الفيديو أثر ردود فعل كثير على وسائل التواصل الاجتماعي لما قاله المعلم أنهم يحتاجون إلى ترجمان يقول ثامر الامطير أولا يا أخ لهجتهم وهم يفتخرون بها ما تفتخر بلهجتك مثل ما تفتخر بلهجتك وتشوف أفضل لهجة ثانيا أهل المنطقة هذه يتكلمون معنا كلام عادي مفهوم لكن بينهم وبين بعض يتكلمون بلهجتهم وهذا أبسط حقوقهم وعز الله أنهم رجال والنعم فيهم أما هذه التغريدة فأتتنا من يحيى بن سعيد الزهراني يحيى بن سعيد الزهراني يقول في تغريدته كثير من الدول فيها لهجات مختلفة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط وهذا شيء طبيعي وبعض الدول فيها لغات متعددة الشيء الذي يستغرب هو تندر من بعض الشواذ السذج على العادات أو اللهجات أو تعرض للأنساب والأصول أما ويسمي نفسه هكذا يقول ما قال شي معيب بس الحساسية زائدة عند الناس في الفترة الأخيرة والنعم في اليمن وأهل اليمن والعرب الأقحاح أصولهم واحدة من اليمن إلى بلاد الشام أما هذه التغريدة فأتت تأتينا من عبد العزيز بن حمد يقول فيها ما قال شي معيب هذه تغريدة أش سأعود إليها لأنني قرأت التغريدة قبل قليل يقول سبحان الله هو مجرد مقطع وعلق عليه بحسن نية هذا الواضح وكلنا عارفين أن السعودية مترامية الأطراف وكل جهة متأثرة بلهجة وبعض ضعادات الدول المجاورة لها باعتقاد ما فيه جديد وما يحتاج التعليق على هالمقطع كل هذه الضجة أما بالنسبة للمعلم واسمه ناصر رد على التعليقات بعدة تغريدات ويقول أنا آسف لمتابعيني غردنا عن تغريدة لأهل الجنوب ودعاية الجنوبيين اللي عايشين في نجد أن يترجموا لنا كلامهم وأن لهجتهم قريبة من أهل اليمن وجن جنونهم اليمن منبع الرجال والعروبة ما مدري وش العنصرية المتواجدة فيهم وزارة الداخلية أوقفت المعلم بتهمة نشر تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية تحتوي على عبارات تهدد اللحمة الوطنية وتثير النعرات وتطعن في الأعراض وأنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقه حسب أرقام غير رسمية يعيش في السعودية حاليا أكثر من مليون ونصف المليون يامني من المقيمين بشكل شرعي وغير شرعي